تغلغل متزايد للميليشيات المرتبطة بإيران في مؤسسات الدولة في العراق بما فيها الأمنية هذا ما تؤكده الدراسة التي أجراها معهد نيولاينز الأمريكي حول كيفية إنشاء الميليشيات نظاما جديدا للسيطرة على منطقة استراتيجية تربط العراق بسوريا وتؤكد الدراسة الأمريكية أن محافظة أينوى هي إحدى الأهداف التي ستمكن إيران عن طريق ميليشياتها من التمدد عبر بلاد الشام إلى البحر المتوسط حيث سعت الميليشيات لفرض هيمنتها على جميع القطاعات الأساسية في المحافظة عبر التلاعب بملكية الأراضي في منطقة سهل نينوى وتوزيعها على عناصرها إضافة إلى سيطرتها على قرى بأكملها ومنع سكانها من العودة إليها ولعل ما يجري من اغتصاب للأوقاف السنية في مدينة الموصل وتحويل ملكيتها إلى ديواند الوقف الشيعي تحت إشراف الميليشيات مثال واضح على ما يجري من تغيير ديمغرافي متعمد في المدينة الدراسة تطرقت أيضا إلى سيطرة الميليشيات على أكثر من 72 حقلا نفطيا في منطقة القيارة جنوب الموصل وسرقتها لحوالي 100 صهريج نفط خام يوميا إضافة إلى مئات الألاف من الدولارات التي تحصل عليها الميليشيات من الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد ناهيك عن الإتاوات التي تحصل عليها تلك الميليشيات من أصحاب المطاعم والمحال التجارية في الموصل وغيرها من مدين العراق والتحكم بقطاعات الصحة والتعليم والعقارات والبناء والقائمة تطول معهد نيولاينز أكد بوضوح في دراسته أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق أصبحت تشكل دولة موازية أساسها الاقتصاد السياسي الذي ينخره الفساد في ظل التواطئ الحكومي والعجز عن مواجهتها وذلك بعد أن بسطت هذه الميليشيات هيمنتها على المناطق المنكوبة وعاتت فيها خرابا ودمارا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر